موسيقى العملية اللي هيعملها جعفر دي هيحط فيها دم قلبه كل صروته لو انت نجحت تبلغنا بتفاصيلها ان مجني الجيش هيستولى عليها مكان متن ايه بس اللي انت عايز نعرفه ده صعب جوي العملية دي هتتم فجر يوم الانتخابات دي المعلومة اللي عندي واللي انت هتأكدها لي شرط جعفر لايم كدقه وضامن انو هينجح بالانتخابات وان الحكومة هتكون مجغولة في اليوم دي في العملات اللي زي دي الاتصال بيكون مباشر ما بين الرجل الكبير اللي هو هيكون جعفر ومن رجالته يعني يبلغهم التعليمات اول بول ولو حصلت مشكلة هتصرفوا كيف بناء على المعلومات اللي انت هتبلغاني وخصوصا مكان التسليم هتحصل له فجأة اللي هتربك رجالة جعفر وتساهل مهمتنا قبر موت جعفر هيوصلهم مهمة مص الطريق موت جعفر؟ واعتنفذوا الطريقة بسيطة وسهلة جوي بسيطة وسهلة كيف يعني؟ اقول لك كيف احسن 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 وأهلك وناسك تبعني بتمن يستاهل مش بواحدة متصواش أنا عملي مفكر طبيعكم يا بوي أنا كنت أرجع في لوكت المناسب وأحكي لك على كل حاجة أنت مرجعتش غير لما ضاعت منك ملجيت هاش قدامك أنا غلطان مستعدة استحمل كل اللي هيجرالي بس هي ما تستحملش لي بيت قلبانا ما زنبهاش حاجة أنا عملت كل اللي عملته ديه في لحظة جناني ما حسابتش أي حاجة موسيقى زين جوي إنك معترف بغلطتك اللي ما صلحهاش غير حاجة واحدة بس ورق الطلاج دي بعتها لحبيب تلجم بعدها ممكن أفكر أسامحك ولا لأ هيوا أطلجها كيف يا بوي بقولك هانا دي مخطوفة طلعت وملهاش أسر بعت لها ورق الطلاجة على عنوانها في مصر كمان جرشين تمشي حالها دي بوي اعتر عليها في الأول يا بوي أشوفها وبعدين أرمي عليها يمين الطلاج بسمع آخر حديث عندي هانا لو حصل وأعترت على بنت المحروب دي مش هتشوفها واصل فهمني يا بوي دي مرتي لازم أشوفها عشان أطلجها ببقى حواصي اللي هيدور عليها ما أقول له خلص عليها لو ما عارتش عمل منك راجل بل كم شهر الجايين دول منكش عازي عندي ففهم؟ موسيقى 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 خلاصي ولدي نويت؟ موسيقى 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 بتقرب يا أم حق هي طلعة طول عمرك يا ولدي مابتحبش لبسي الأفرمجي طايفوخ регامั بس يزون الشوك أجانب ورحلة على مركاب مينفعش معه أجلبية مش عايزة حاجة طايف لو عوستي حاجة ،أмер السلام موجود شاورينه بس واع ببشير كمان موجودة مفيش حد في الدنيا يملى مكانك عندي هازك تدعين دعيالك يا طلعت روح يا ولدي رب ان يسلم طريقك اخذ بالك من نفسك يا طلعت اخذ بالك من نفسك يا ولدي بسلامة بسلامة يا طلعت بسلامة يا ولدي انا مش عارفة ايه المناحة اللي انت عاملها لنا دي كل ده علشان شهرين ثلاثة اصبعا حكاية السفر دي خلتني اتأكد ان ما هزيته في قلبي كبيرة قوي ما انت كمان عزيزة عليه قوي دم يديكي عاشر تلاف جني بحلهم غير المشاء الله دي دي تساوي لها يجي ألفين جني واكتر اظهر يا شامة ان السفرية دي هتبقى وش السعد عليه ما هو بيحاولي فهمني كده بس انا مش عارفة لي قلبي مقبوط اصلك وش فقر واحدة غيرك تنزل تتفسح تشتري كم تقم جديد تفكي عن نفسك بالقرشين اللي سايب هوملك لا يما لا العشر تلاف جني دول انا هحوش هومله يمكن يحتاجهم لما يجي ايش حال ما كانش اقايل لك اصر فيه واجيب اللي انت عايزاه الراجل عايزك تفارفشي وتعيشي يومين حلوين وهو مسافر وانت غاوية نكد انا حاسيبك واطل عتفرج على المسالسح قعود انت ياختي مساح في دموعك لحد معنك يتدبل خلاص هناجوة بقيت انت وبنتك تويتو اسراركم مع بعض سيطلعت مكافي بنتك ومكافيتي وانا خلاص حلقتيلي وانا اقدر احلقلك يا جملي منت عير امال ايه ما عنتيش بتحكيلي حاجة زي الاول ايه باسمع بس كده بالصدفة وانا معادي مسهلا كده من قدام القوضة باسمعكم انتو بتتكلموا ايه حكاية العشر تلاف جنيه وحكاية الصفر دي ابدا دي فلوس مديالها خطبها من يجي عشرة ايام اصلي مسفر النهاردة عشرة ايام وانت مكتمة كده ناجوة اقصى اعادي عبابتي اعادي 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 حكيلي بقى حكاية الصفر ايه والعشرة تلاف جنيه اشوف وشك بخير يا شوكي بيه اوع تنسى حاجة يا طلاط كل التفاصيل اللي قلتها لك مهما كانت صغيرة في غاية الاهمية اطمن يا شوكي بيه كل اللي اتفقناها ليه من سنته في شريط المير عمري ما انساها فياك تنسى عادي معك اكترش جعفر دبل يوم الانتخابات اشتركوا في القناة موسيقى هتوصل للفندق وتاخد العوض اللي المفروض ان هتحجزها النفسك اللي هتكون مركز لتحركاته فعلا تعالى افاندي في حكز غرفة باسم حضرتك وحيك طرق وقت طوى هي طرق ادي مش عارف انا كايب شوق يعني لدينا وشعر شعريين ممكن يزيدني إن شاء الله هيك تعدى وقت ممتع معنا تسمح لي بالبطاقة؟ خد سيارة ممكن حضرتك هتملالي البيانات دي؟ بصا ساعد بصا ساعد ممكن هيك بس هتملالي البيانات من فبا؟ يعني شتراحت شوي هيا ممتع الله شكرييني أنا شانتطق ما هيكونش فيها حاجة الخلقاتك والشنطة الصغيرة فيها اللابتوب وأوراقك الخاصة بشغل الصحافة وشوية أجلام فيهم جلم تحافظ عليه كفانيك لأن الضغط أحد عليه هينزل نقطتين ما لهمش طعم ولا ريحة ومشروب سيادة النايب اليوم الموعود محفظتك كمان ما هيكونش فيها حاجة غير كرنيه النجابة وفلوسك وبطقطك اللي زورناها بطريقة لا يمكن يكشفها الجن الأزرق موسيقى 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 أول عشر قيام هنهملك تتحرك بكل حريتك تروح يسنو البلاد اللي حواليها تعمل لقاءات في الشوارع ومع الأهالي تسألهم عن رأيهم في المرشحين بس تطلع رأي يعني طبعاً ديه هيهم جعفت جداً وهنفضل وبعيد عنك ممنوع أي اتصالات بيني واحنا كمان مش هنركبوك لضمان سلمتك وعدم ارتباكك إلا لو احتجت تتلمني لسبب ما ينفعش يتأجل ساعتها هتتصل على نمره زيرو عشرة عشرة خمس سبعات نمره سهلة ما تسجلهاش على الموبايل تحفظها جوا دماغك بعد ما تعد الفترة الأولانية هتبتدى تتصل بينا بمنتهى الحرص وعلى خطوط هنبهير نمرتها كل يوم والنمره الجديد هتوصلك في آخر بكل مكلمة سيادتك حريز جاوي في موضوع الاتصالات دي أيوه التلفون المحمول كان سبب وضع إنسان عزيز علي مكلمة التلفون ضيعت شغل تابتي فيه سنتين بحلوم المهم بعد الفترة الأولانية هيظهروا رجالتنا حواليك هتحاول تسهلهم مهمات محددة أبلغك بيه موسيقى 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 مكانش ممكن أخلص من حكاية دي الضربة واحدة أول ما شوف الند ده أيوه هو ده اللي لازم أعمله موسيقى 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 حساب يا فندم على بركة الله قولي نروح إسنا كيف مفيش حية بتودي إسنا يا فندم غير الميكروباص اللي بنها فرح بدلجيه فيين؟ في الموجف يا فندم عبا يا سيدي شوف يا فندم شكرين شكرا 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 يا بوي اليوم اللي قد بدمنها من زمان ارجع البلد واللف في حواريها واغطانها شم ريح بطرابها ما يحصل يا بوي كالنفسي اول حاجة عملها اروح على طرب التكوى بعد قدامها عليك المكبر بس ما قدر بعد اليوم الموعود يوم الانتخابات هكون اخر يوم مجرس التجناء يوم الانتخابات يوم الانتخابات يا فندم أنا حذرت قبل كده ما انا قلت ساعتك ان التواجد الامني في الطريق ده ضعيف جدا ايوا مهول ده اللي ده فرصة السواء العربية النقل المنهرة في حيث الظهر طبعا يا فني لشيء خطير جدا حاضر حاضر يا فني تحتار بساعتك فني مع السلام معلش انا مضطر اني معاكم اقتماع دلوقتي في حادثة خطيرة حصلت ولازم اتباعها بالنفسي احنا تقريبا لقلنا كل حاج خطيرتنا ماشى زي ماي انا حاسس ان ساعتك هتنشغل في موضوع الحادثة وده يأثر على ترتيبنا كله ما احنا يا ميت فينا حاج ماهر ان شغلنا كصبات مباحث هو احسن غطي حقالنا السرية المطلوبة خلونا على اتصال لو في اي جديد بلغوني بيه سلام عليكم اشعر انا لله وانا اليه راجعون اشعر انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون اشعر 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 احنا جمعنا اوصاف العربية من الشهود والليلين لتشافوا الحادثة وان شاء الله هنكسف البحث فهم انا مش فاهم الصحافة والاعلام شم والخبر ده ازاي تصور ان في برنامج اتصل بيه المعد بتاعه عايز يعمل معايا مدخلة على الهوى بعد ساعة واحدة ماهو مافيش حاجة بتستخبط الوقت يا فندم المشكلة اللي بتوجيهنا بقى ان الضحايا عددهم كبير المشكلة الاهم العربية النقل اللي اختفت واحنا لازم نلاقيها لو ما لقيناهاش الدنيا هتنقلب علينا واحنا مش نقصين لا افندم وهنا اصلا سايب الزباق بعمله كل جهدهم ان شاء الله يعني وحنوصل وانت يا دكتور نعمال انا عايز من حضرتك اقصى رعاية ممكنة للمصابين حط كل واحد في قوضة لوحده وزود الاشراف الطبي مش بعيد مش بعيد تلاقي الصحافة والاعلام نطين عندك هنا والله احنا نعمل كل اللي نقدر عليها واللي عاوز ييجي يتفضل حقول له ان دي الامكانيات اللي الحكومة بتدهلنا وبنشتغل على كده تابع الحالات دي بنفسك يا عصام بيه ولو قدرنا ننقذ حياتهم يبنعملنا حاجة كويسة في الحكاية المهببة دي قبر يا سهل فهم هل أو شيء أنها مهببة دي؟ هل أنت أيضا؟ حسنا؟ أتو زماني؟ لو سمعني مجدرش تتحدد هزي اللي راسك بس باين من خلاجاتك انك فند من ناس كلش بتشتغل في السياحة في لوكسر ترد علي لو سمعني رد علي جرال كيف يا حسن له انت هتفضل للاسجا جنبي بسلامته طلالليل عاد ولا ايه دكتور رشدي جالي ما تهمليهوش واصل يمكن يفوق في اي ساعة يفوق كيف يا حسن ده اني سمعيح عما يقول انه حالته حرجة وانه جايز يموت بين ساعة والتانية بعد الشر علي ده جدع في عزي شباب ولسه مش بعش والدنيا دليا دي غريبة بشكل ترى انت واد مني في المصر تعرف انا نفسي في ايه اخد مركب كبيرة من اللي بيباتل فيها ويوصل لحد مصر انام واصحة قلجى تحتيني النيل وحوالينا ناس نضاف متلمعين معايا راضي المكتدر يحبني ويخاف علي ياخدني من الهم اللي انا فيه ليه بعد وبعيد عن هنا ولا ايه رايك نروح اسكندرية نبعده جدام البحر اصلا عمري ما شفت البحر العرباوي مهواش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفه بحواليك في الشارع العرباوي مهواش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفه بحواليك في الشارع العرّاوي بقوش في الهدف عاليك في اللي بتشوفهم حواليك بالشارع العرّاوي بقوش في الهدف عاليك في اللي بتشوفهم حواليك بالشارع اوه غار بقى غار من وشينا هيعده شهرين ثلاثة حلوة اول هي دي بقى فرصتك يا عمّنة تنفذ اللي في دماغك وهو بعيد عن العين اه شوف ولا عايز اقولك حاجة هو ممكن يكون بعيد عن العين لكن مش بعيد عن القلب قاعد ومعاشش في قلبها عشان كل شوية لها قاعدة سرحانة وعملة تفتكره او عملة تجيب سيرته مع حرم المصول او راح هتزر حامات المستقبل بس هانك وانت بس لو ترسين يا عمّنة على دخلياتك لو تفهمني انت متاجتك ازاي عشان توصل لغرضك ساعتها ممكن اقولك الرأي ليفيدك ها وهتا عبيدة هالاوا ولي ايه يفيدني في ايه بتا دماغك دي على بعضها كده متديش شعرة شعرة من رأس انا انا متاجتك بس كل حاجة في الوقت المناسب كده برضك عمّنة هتفضل كده مستقل بي ومستصغرني في نظرك على اط segur نزعلش الى كده وطاير مني ايو وتاخد على تácورك بصها مصباح دي حاجهات ما ينفعش أتكلم فايها إلا فالوقت المناسب أنا حتى ما كلمتش فيها يا قوية مرزوع كبير بس يظهر بقى إن جي الوقت اللي أتكلم فيها ما إحنا بنقول كده من الصبح يا عمنا أنا بس نفس أعرف إيه حكايته مع شوق زهران وإيه اللي كان بيدور بينهم بالضبط وعطى لسه ما اتصلش بيك من ساعتها حاول أتصل بيه ما بيردش أما أجرب تاني الحالتين دول بدأوا يفوقوا عشان كده سمحت الأهليهم بالزيارة طب موقر أخوا منهم كلمتين أنا بقول بكرة الصبح يكون أفضل طب يعني يا دكتور لاعتبرهم كده نجي من الحادث ولا إيه والله كل حاجة بتاعت ربنا هي أصاباتهم عبارة عن كسور وردود بس إن شاء الله هيجوموا منها طب المصاب التالت أخبار وإيه لا المصاب التالت ده حالته حارجة جدا طب ممكن أشوفه أهى فضل 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 ده حالته بي بالزبط أخضر إصابة عنده خطة في الجمج وما دخلته في غيبوبة تفتكر هياعد منها؟ ممكن أعو وممكن الغيبوبة أتطول معا عموماً حيبان في 48 ساعة لجيين دول طب دكتور خير 48 ساعة دول حكومة عقاً تليفون لو لديت حالته بتتدهور حاولت منقوله مستاش فروس أنا فكرت في موضوع النجل ده بس الجيته ممكن أسر على الحالة أنا بدي له حقاً قوية جداً وعندي أمل فربنا سبحانه وتعالى أنه هتفوقه من غيبوبة بلغته قاله؟ ده الوحيد اللي ملقناش معاه أي حاجة تثبت شخصيته في ناس بلغناها في ناجات من غير تبليل لكن ده ملقناش معاه أي حاجة تثبت شخصيته طيب أنا أول حقومة عقاً تليفون أتطمد على الحالة أول دول وهعد عليك بكرة خوك المدينة وعي الحديث يا بدير طبعاً ماينفعش نكوم البضاعة فوق بعضيها في المخازن زين جاو يا بدير؟ يبقى الشهرين ثلاثة اللي جايين عايز أخلص في المعظم البضاعة اللي عندينا لأن الكمات اللي هجينا مشوفناش كدها قبل سابق ضمن يا كبير هتحرك أنا ورجالي ومش ههمت وهعمل اتفاقات مع كل ناسنا علشان نصرف أكبر كمية من البضاعة إن شاء الله محدش فينا يا بدير هيهمت في الهيام اللي جاية ربنا يعديه على خير عين العجلة يا غالي أهو كده التفكير اللي قد ياب أنا أقولك محدش ضمن اللي جاي فيه إيه وكل من أمنوا نفسينا من غدر الزمان والأندال يكون أحسن زيادت الخير خرينة أبو عمو وأنا جاهز بكل طلباتك تسليم مية توكير فأسرع وقت وعلشان خاطر عيونك هعملك إكرامية كبيرة جاو يا شيخ مستجاب في دي عاد ما ستجاكش ده انت إيدك ماسك علينا جوا يا راجل ها 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 علي بكل الأيمان اللي عمل لك أحلى إكرامية ترجمة نانسي قنقر زي ما قلت لسألتك تحركاته بالليل رهيبة ومش مفهومة والله يا باب انهم طريق الواحات وانا مشهور احساسي احساسي بقول ان العيلة دي فيها احد غريبة بتحصل مفيش قدامنا غير اننا نمشور على الاحساس ده ينكدبه يطلع مزبوط خلاص انا رأي ابو الفترة عشان يحير ليت خلاص انا برضو بقول كده تفاق؟ شايفني يسامي وصوتي اه 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 انت اه انت مين؟ انا حسنا الممردة زيك حسنا خير انا زينك شايزة حاجة حاجة؟ حاجتي؟ اي حاجة اي حاجة اي حاجة نعملها طوالي يعني انا لو طلبت حاجة تقدر تجيبها لي؟ اقدر ايو انا ايو انا اقدر بس اني مين هذا اعرف اني مين انا حتشرح لك كل حاجة بس ما تتحددش كتير الحمد لله ان ربنا نجاك من الحد Haiti حدسة حدثة المقرباص اللي كانجاي من لكسر جابوك هنا وانت يعاني في ذنيا تانية فغيبوبة يعني اه 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 شاك ايس تشري اه 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 عشان خاطر ما تتحركش كتير موتتحركش لموترحك انا سبلغ الهاد een طوال. خير يا حسنة. لسه فايك حالاً يا دكتور. كويس حسنة. داخل منكم بتاني. محمد الله على سلامة. زماني. انا مقدر عساملين يوم. زماني. اه. انا عاوزك تقول لي كل اللي انت فاكروا عن الحادسة. ازاي حصلت ومواصفات العربية النقل اللي عملت الحادسة. ايوة الحادسة. طي اسمك ايه. اسمي. اسمي. مش عارف. اه. اه. اه انا اسمي. محمد الله حولك الدمين. مش فاكر حالا خالص. اه. 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 احصلنا من لاش معك اي اسبات شخصية. طب انا عاوزك ترتاح كده. وتفتكر كل حاجة عن الحادسة. اه. جايد. اتهلو اكله جماعة. صاحنا بالله بيه بالجشتة. اتهلو صاحنا بالله بيه بالجشتة. تعالته صعبة قوي بس انا عايز اعرف انت كده مستعجل ليه يا جعفر يا اخوي ما تخلي كل حاجة تاخد وقتها يا اخوي ونستنى ليه بس يا منتصر بيه بعد موافقتك العطل ما ليهاش يزوم إلا زي كنت ناوي تفكر من جديد ولا ليه اه منتصر بركات ما ارجعش في كل مجال هواصل بس يا اخوي انت عارب بعده بكرة منلحكش يعني نعزم معازيمنا ونشتري لوازمنا يا سيدي نعملوا حاجة على الكد ونخلي الحافلة الكبيرة اللي تدخلها اللي ما هتتأخرش يعني نقول له بعد شهر تقريبا اه انت انت يرضيك العربوية وبيت بركات يعملوا حاجة على الكد ثم تعني واخدنا على الحميك ده جولية يا سيدي عايز اتفرع بشافيك قبل من شالف الانتخابات واعدين هو جاهز مما جميعه عنده جناح في السرايا في ظرف يومين ثلاثة حيتفرش وبجاهز واحدة واحدة يا جعفر واحدة واحدة اه شفيك ما تقول حاجة يا ولدي وانت قاعد ساكت كده ولا انت دايما مستعجل برضو زي ابوك يا سيدي لا انا ولا شفيك هنتكلم احنا نسأل صاحبة الشاء تعالي يا عروس اهلا اهلا اللهم صلي عنابي تعالي يا مريم اللهم صلي عنابي تعالي تعالي اهلا 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 عروستنا جوم مش فيك سلم على العروستك جوم جوم يا اخو جوم هتقول لي ايه؟ عربية مش وراك من ساعة ما طلعت طب اسمع انا ههدي سرعتي وعايزك تزود سرعتك وتعدي مني انا هاعرف حكاة العربية دي ايه؟ ههدي سرعتك يا عابد هاضم والله العظيم انا في غاية الخجل والاسف احنا متأسفين يا بهوات الفرامل فلتت الحمد لله ربنا ستر وعرف ترفع فرامل يدي باخر دقيقي لا بعلش الحد والله جات سليمة اي عامل بهوات لا خب بالك بقى وانت براه وحمش على مهلك وبكرا الصبح ان شاء الله شوف اي بيكانيك شوف لك الفرامل دي اخذني شباشي انا هكمت طوالي في يوار شفات حطول الليل ربنا يستر طريقنا ويستر طريقكم السلام عليكم اي عامل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة على ماهلك عابد والتماشي على ماهلك وربنا يستر طريقكم سيادة النايب جار الله سيادة النايب جار الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة